موسيقى مساء الخير نعتذر عن هذا التأخير بسبب النقل المباشر لافتتاح معمل الجي الحراري بحضور الوزير جبران باسيل ونبدأ نشرتنا لهذا المساء مساء الخير انشغل اللبنانيون اليوم بموجة الحر التي تضرب لبنان ومعظم بلدان المنطقة العربية والتي تخطت الاربعين درجة بقاعا فيما لامست الخمسين درجة في بعض دول الخليج وسجلت بعض المدن الإيرانية ثلاثا وخمسين درجة مئوية لكن حرارة نيران المنطقة ظلت أعلى من جور الطبيعة ففي اليمن بدأ الجوع يكشر عن أنيابه بعد القولرا وفي سوريا أشعلت التفجيرات قلب دمشق فسقط العشرات أما في لبنان فبقيت حرارة الإجراءات الأمنية في محيط مخيمات النزوح مرتفعة أغدت معالجة الجيش لمشكلة إرهابي مخيمات عرسال وما استدعى ذلك من نقاش حول ضرورة معالجة مشكلة النزوح برمتها في لبنان وفيما تستكمل تحقيقات مع موقف عرسال ينتظر أن تحمل أسعاد الثمانية والأربعون المقبلة خيوطا جديدة حول ما كانت تسعى إليه المجموعات الإرهابية التي أوقفها الجيش سياسيا تستمر المشاورات بين المرجعيات الرسمية لإنجاز جدول عمل جلسة مجلس الوزراء المقبلة التي ستبت عددا من التعينات الإدارية وذلك بموازات استمرار النقاش حول أرقام سلسلة الرتب والرواتب بعد وصول الجميع إلى قناع مفادها ضرورة إقرار السلسلة وإنصاف المستفدين منها ماذا أولا في موجة الحرارة التي ضربت لبنانا والمنطقة بينما انخفضت في أوروبا ووصلت في باريس إلى 13 درجة مئوية يستمر التقص الصيفي الحار والرطب ساحلا مع ارتفاع في درجات الحرارة وتكون حارة جدا بقاعا وجبلا هذا وتستمر موجة الحر هذه لغاية يوم الثلاثاء المقبل لتبدأ الحرارة بالانخفاض يوم الأربعاء ويعود التقص صيفيا أتياديا يوم الخميس المقبل وكانت قد وصلت درجة الحرارة في الداخل إلى 35 يوم الأحد وتستمر في اليومين المقبلين كذلك بحيث تلامس 39 درجة في البقاع الأوسط وال41 درجة في البقاع الشمالي وفي الدول العربية تنسحب موجة الحرارة على مختلف الدول العربية فقد لامست 50 درجة في الكويت والعراق والشرق السعودية ويتوقع أن يطرأ ارتفاع إضافي في درجات الحرارة لتصل إلى 53 في بعض المناطق في الكويت تترافق مع تقص مغبر وتدن في الرؤية يوم الخميس المقبل كذلك في مدينة الأحواز في إيران فقد سجلت أعلى درجة حرارة بالنسبة لليومين الماضيين فقد وصلت إلى 53.7 أما في أوروبا فقد اختلف التقص كلياً عن مكان عليه في السنة الماضية في هذا الوقت ففي ألمانيا فقد شهدت تقصاً ماطراً وكثافة في هطول الأمطار تترافق مع ضباب ومع انخفاض في درجات الحرارة والتي وصلت في برلين إلى 15 درجة ففي فرنسا تخوف من ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق وانخفاض في درجات الحرارة وقد وصلت في باريس إلى 13 درجة في بلدة قبل ياس البقاعية شب حريق كبير في مخيم للنزيحين السوريين في محلة المندرة بين قبل ياس ومكسي وقد نتج عن الحريق وفاة طفلين من النزيحين ووقوع عدد من الإصابات وحالات اختناق إلى ذلك أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بإقدام عدد من النزيحين السوريين في قبل ياس على الاعتداء بالضرب على ثلاثة عناصر من الدفاع المدني ما أدى إلى إصابة أحدهم برأسه وإلى القاع البقاعية التي نالت نصيبها من الإرهاب مرة جديدة العام الماضي فقد أقامت قداساً في ذكرى شهدائها وقد أكد وزير الأعلام ملحم رياشي على أهمية دور الجيش وأهمية صمود أهالي القاع أحيات بلدة القاع البقاعية اليوم ذكرى شهدائها الذين سقطوا في الأعوام 75 وفي 28 حزيران 1978 والذين سقطوا أيضاً العام الماضي في العام 2016 الزبيحة الإلهية ترأسها المطران الرياس رحال وحضرها الوزير ميشيل فرعون ممثلاً الرئيس العماد ميشيل عون والرئيس سعد الحريري كما حضر الوزير ملحم رياشي ممثلاً رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إضافة إلى نواب وفعاليات من منطقة بعلبك الهرمل وفعاليات من بلدة القاع المطران رحال شدد في عظته على أهمية دعم الجيش في صموده بوجه الإرهاب المتمد ولتلفزيون لبنان كان حديث مع الوزير ميشيل فرعون الذي شدد بدوره أيضاً على دعم الجيش اللبناني ودعم المناطق الحدودية في الأطراف اليوم مثل من سنة عنا شعور أكيد بالصدمة بالحزن بالألم نفس الوقت نفس الشعور اللي هو الأمل أيضاً والإيمان والتحدي ولا شك أنه أهالي القاع دايماً نموذج لهالروحية لنقول التحدي في لبنان والمقاومة والوقوف والصمود كذلك شدد الوزير ملح مرياشي على دعم الجيش اللبناني بعد عملياته بالأمس القريب يجب أن نشدد على أهمية دور الجيش اللبناني يجب أن نشدد على أهمية صمود أبناء القاع وأبناء كل المناطق الأطراف في لبنان على اختلاف طواقفهم وبشكل خاص أبناء الأع الأبطال الميامين يلي سمدوا بعضهم صامدين لبقاء الأع بوابة نظيفة للبنان كله سوى مثل مهني أهل الأع وبعد انتهاء الزبيحة الإلهية كانت كلمات لأهالي شهداء مجدرة 28 حزيران 1978 ولأهالي مجدرة 75 وأيضا لأهالي مجدرة العام 2016 وكانت كلمة لرئيس البلدية بشير مطر الذي شدد على أهمية دعم الجيش أيضا ومستسكرا الشهداء الذين سقطوا في العام 1978 على يد الجيش السوري مجازر وهجومات عديدة تعرضت لها بلدة القاع في الماضي والقاسم المشترك الوحيد بينها هو الغدر بشبابها وأهلها فهل تقوم الدولة بواجباتها لمرة أخيرة وتكون عن حق القاع هي حامية الوطن وبوابته من القاع بيار البايع تلفزيون لبنان أحيكم مجددا سياسيا أعرب رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع عن ثقتي في أن القانون الانتخابي الجديد سيترجم الحجم الحقيقي لشعبية حزبه في الانتخابات المقررة في أيار المقبل وقال جعجع في تصريحاتنا لوكالة الألمانية أن خريطة تحالفاته الانتخابية لم تحدد بعد وستحكمها في نهاية مطافة مصالح حزبه في مختلف الدوائر الانتخابية وأضاف نحن منفتحون على الجميع سواء حلفائنا التقليديين بتيار المستقبل أو أصدقائنا الجدد بالتيار الوطني الحر أو غيرهم وانتقد جعجع الأصوات التي انتهمت القانون الانتخابي الجديد بتكريس الحفاظ على التوازنات والوجوه السياسية القائمة متهما معارضي القانون بعدم الموضوعية والتخندق وراء حسابات ضيقة وفي شأن آخر دع جعجع كلا من حزب الله ومن ورائه إيران إلى التخلي عن حلم خلافة ولاية الفقه في المنطقة لم يستبعد رئيس تيار المردة النائب السلامين الفرنجي احتمال التحالف مع حزب القوات اللبنانية في الانتخابات النيابية المقبلة في دائرة البترون الكرة صغرتة وبشري وقال ردا على سؤال في حديث صحفي عن احتمال حصول هذا التحالف في ضوء الزيارات القواتية المتلاحقة إلى بنشعي كل الاحتمالات مطروحة ولا نستبعد أي احتمال لكن نريد أن ندرس كل هذه الاحتمالات قبل اتخاذ القرار المناسب أعلن رئيس تيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل أن الإرهاب يتغطى بالنزوح لذلك علينا مواجهة النزوح بجرأة وقرار حازم من الدولة اللبنانية وشار باسيل من حسينية الإمام مصد صدر في عرامتا إلى أن تسلل الإرهاب إلى العقول والنفوس أخطر من تسلله إلى مناطق جغرافية باسيل الذي يزور لليوم الثاني منطقة جزين اعتبر أن العودة إلى سوريا يجب أن تتم قبل الحل السياسي والعودة ممكن الآن إلى الكثير من المناطق الآمنة في سوريا الارهاب يتغطى بالنزوح الارهابيين يتغطوا بشعب تعذب وعم يتعذب نتيجة بتركه لبلده يستعملوا الغطى للمساهم الإرهابية التكفيرية وهذا الشيء موجود حادثة مبارحة هي واحدة من كثير المؤشرات الموجودة عند الأجهزة الأمنية واللي كلنا نعرف فيها واللي كلنا نبهنا أنه ما فيه نزوح ما يتسلل من خلاله الارهاب هاك حصل بأوروبتو هاك حصل بمنطقاتنا حولينا وهذا البنان تبين هذا الشيء من زمان علينا موجهة للنزوح بجرأة وبقرار حيثة من الدولة والحكومة اللبنانية أنه ما فينا ننتظر السياسات الخارجية تتغير وتتقتنى أنه عودة النازحين السوريين إلى وطنهم بسوريا ممكن أن تتم وتبلش قبل الحل السياسي البطرياركو الماروني ماربشارة بطرس الراعي وجه رسالة للسلطة السياسية المحلية لتوفير العدالة والخير العام وللأسرة الدولية بالعمل على إيقاف الحروب وعودات النازحين البطرياركو الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي حمل السياسيين مسؤولية توفير العدالة والاستقرار والسلام وفي عذة ألقاها خلال ترأسه قداس الأحد في بكركي لفت المسؤولين إلى أنهم مؤتمنون على توفير الخير العام نطالب الحكام عندنا بإداء هذا الواجب الذي يكبر ويتشعب بتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية والأمنية بسبب المليونين نازح ولاجئ المضافين إلى سكان لبنان الأربعة ملايين وبسبب تعاضم الدين العام وعجز الخزينة وتبديد المال العام بالفساد والسرقات ونطالب حكام الدول في الأسرتين العربية والدولية بواجب إيقاف الحروب في سوريا والعراق واليمن وفلسطين وسواها وإيجاد حلول سياسية للنزاعات على أساس من العدالة والإنصاف نطالبهم بتوطيد السلام العادل والشامل والدائم وبالعمل الجدي كما طالب حكام الدول والمجتمع الدولي بالعمل الجدي من أجل عودة النازحين واللاجئين والمخطفين إلى أوطانهم وممتلكاتهم ومساعدتهم على إعادة إعمار ما تهدم اللقاء التشاوري الصيدوي ناقش قضايا الصيد والمحيط والنائبة بهية الحريري حذرت من تكرار تجربة شهادة البروفي مع أعلان نتائج البكالوريا الأسبوع المقبل وتنولت أشأن الانتخابي في أراء طبيعي نحن بلد ديمقراطي بالنهاية هلأ الأعداد العملية الآلي للانتخاب هي بعتقد التحدي بالمرحل القادم وإن شاء الله يعني مثل ما تخطوا أضايا كتيرة وهذه الأضايا بتتخطى وأكيد نحن مقدمين على انتخابات يعني بعض الانتخابات إذا في صغرات بيبين فيها الصغرات لا أنا امتبعته يعني حيالتأينا نحن بالقوى الإسلامية والمشايخ بشهر رمضان وحنتابع الأمور يعني ما نمترك أبدا عضو المجلس المركزي في حزب الله شيخ النبي القووق شدد على أن كل المناورات الإسرائيلية وحاملات الطائرات التي تأتي إلى المنطقة لا تستطيع أن تخيف اللبنانيين بل أنها تعمل أو تعطي نتائج عكسية ولأنها تزيد من رعب المستوطنين على طول الحدود وأضاف أنه بعد ست سنوات على الأزمة السورية اكتشف العدو الإسرائيلي أن المقاومة لم تزد إلا قوة عسكرية وسياسية وشعبية مؤكدا أن هوليشا يشغلنا عن الجهوزية لمواجهته وأن العين ساهرة واليد على الزناد حماية للأرض والوطن لمواجهة العدو الإسرائيلي وكل المخاطر التكفيرية من النصرة وداعش اشتركوا في القناة نتابع قراءة النشرة عمر كمال بن مدينة نابلوس افتتح مهرجنات بيت الدين الدولية بلغات أربعة غنى الفرح الرومانسية والقضية فتعانقت الثقافات على خشبة مصرح بيت الدين وسط حضور رسبي لافت والنائب جنبلاط قال العنوان فلسطين ولهذا أنا هنا انطلاق مهرجنات بيت الدين الدولية لهذا العام بمشهدية عالمية جمعت بصوت عمر كمال بن مدينة نابلوس القضية والثقافة لتجسد صورة لبنان ملتقى الحضرات عنوان السهرة عنوان افتتاح مهرجنات بيت الدين هو فلسطين عمر كمال فلسطين موطني فلسطين وهذا موطننا هذا موطننا السليب وسيعود هذا لذلك أنا هنا سيناترا فلسطين أو كما يلقبه جمهوره نسبة إلى المغني الأمريكي العالمي فرانك سيناترا بصوته المخملي الأسطوري غنى لكبار العمالقة بالانجليزية العربية الفرنسية والإيطالية غنى بيروتا ونيويورك وفلسطين سأنزهن القضاء نحن اليوم نطلق مهرجنات بيت الدين نحن بعامنا انطلقت المهرجنات في صلب الحرب اللبنانية بالـ 85 اليوم موسم 32 بعد 32 سنة للحقيقة أصبحت هالمهرجنات جزء من هوية لبنان الثقافية والسياحية ممكن نقول أنه هي تعكس وجه الحضاري حضور رسمي في ليلة افتتاح مهرجنات بيت الدين التي تقدم عروضا لأعمال عشرات الموسيقيين العالميين قبل أن تختتم مع النجمة ماجد الرومي أنا كثير فرحان بتجربة الأولى في مهرجان بيت الدين وفي بيروت وفي لبنان الحقيقة جمهور بجنن حضور رائع وليلة من العمر ارتفعت حصيلات الانفجارات التي هزت دمشق إلى 18 قتيل و53 جريحا وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان وقال مدير المرصد أن بين القتلى سبعة عناصر أمن ومدنيين اثنين مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد هوية القتلى الآخرين حتى الآن وكان الإعلام الرسمي السوري قد أفاد صباحا عن تفجير انتحاري في ساحة التحرير مشيرا إلى تمكن الجهات الأمنية من أحباط اثنين آخرين على طريق المطار عند مدخل دمشق وأفدت تلفزيون الرسمي أن الجهات المختصة لاحقت سلا السيارات وتمكنت من تفجير اثنتين عند مدخل دمشق وحاصرت سالسة في ساحة التحرير فقام الإرهابي بتفجير نفسه ما أسفر عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحة المهلة تنتهي اليوم أمام قطر لتحدد موقفها من مطالب الدول المقاطعة لها ووزير خارجيتها يعتبر أن المطالب وضعت لترفض شارفت على النهاية مهلة العشرة أيام التي أمهلتها الدول المقاطعة لقطر لتنفيذ سلة المطالب أبرزها وقف دعم الإرهاب قطع علاقاتها بجماعات ودول هددت دول المنطقة استنادا إلى ما ورد في المطالب من جهتها قطر وعلى لسان وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن الثاني استبقت انتهاء المهلة بالدعوة إلى التفاوض وفي مؤتمر صحفي عقده في روما اعتبر أن المطالب التي قدمتها السعودية وحلفاؤها لإنهاء الحصار الاقتصادي والديبلوماسي المفروض على قطر هي مطالب تنتهك السيادة القطرية وقدمت لكي ترفض في هذا الوقت ذكرت مصادر خليجية لصحيفة الحياة أن عقوبات جديدة ستوجه إلى المصالح القطرية لوقف تمويلها الإرهاب لافتة إلى أن هناك توجها لتعليق أي تعاون خليجي تكون قطر مشاركة فيه وفي سياق تفاعل الأزمة نقل موقع اليوم السابع عن مصادر خليجية تأكيدها أن السعودية رفضت طلبا تقدم به القصر الأميري في قطر عبر وسطاء بفتح السعودية مجالها الجوي أمام طائرة الأمير تميم بن حمد الثاني الخاصة وأشرت المصادر إلى أن أمير قطر حاول الاتصال هاتفيا خلال الفترة الأخيرة بالملك السعودي لافتة إلى أن طلبه قوبل بالرفض بحسب ما نقل الموقع وإلى اليمن حيث تتزايد المخاوف من انتشار وباء الكوليرا والمنظمات الدولية تدق نقوص خطر المجاع ما زال اليمنيون بين متركة الكوليرا وسندان النزاع بين الحسيين والقوات الشرعية أطفال يصارعون الكوليرا الذي ينتشر بطريقة غير مسبوقة بحسب منظمة الصحة العالمية الوباء فتك بـ 1500 شخص وجرت تبليغ عن 246 ألف حالة يشتبه بإصابتهم بالكوليرا منظمة الصحة العالمية التي دعت إلى تقديم مزيدا من المساعدات للقضاء على الوباء تعمل على انحصار تفشيه وذلك بعدما بدأت الإجراءات الطارئة لمواجهته إثر شهرين على انتشاره الصورة القاتمة هذه دفعت منظمة اليونيسيف لوصف انتشار المرض بأنه أسوأ أزمة صحية في اليمن والأسوأ من ذلك أن المعطيات لا تبشر بالخير ولا بانحصار المرض خصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحثيين يضاف إلى ذلك أن عمليات جمع القمامة لا تحصن ويتعذر على أكثر من ثمانية ملايين شخص الوصول إلى مياه شفا نظيفة الميليشيات تتاجر بأدوية الكوليرا وتتزايد المخاوف من تفاقم خطر المجاعة بحسب المنظمات الدولية في العراق القوات العراقية تخير من تبقى من عناصر تنظيم داعش بين الموت أو الإسلام وخمسون جلد في تلعفر لمن يتحدث عن موت البغدادي بعد تمكن القوات العراقية من السيطرة على معظم مدينة المنصل شمال الإراق وانتزايد من قبضة تنظيم داعش أعلن الجيش العراقي أن وجود تنظيم داعش بات محصورا في منطقة صغيرة جدا وقالت خلية الإعلام الحربي العراقي لم يفقى لتنظيم داعش خيار سوى الموت أو الاستسلام وقد تمكنت القوات العراقية من تضيق الخناق على آخر معاقل داعش في المنصل بعد سيطرتها على حي الشفاء إلى جانب أجلس القديم لتقطع طرق الهروب أمام مقاتل داعش قائد قوات مكافحة الإرهاب عبدالغني الأسدي كان قد أعلن أن النصر النهائي على التنظيم سيعلن في الأيام القليلة المقبلة وأوضح أن المتوقع من عناصر التنظيم بين 200 إلى 300 مقاتل غالبيتهم من الأجانب وظهرا أعلنت القوات العراقية أنها حررت جامع بلال الحبشي في المنصل القديم نشرتنا لهذه الليلة انتهت شكرا لحسن المتابعة وابتسام طلقاكم في الحادية عشرة والسلس إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر